موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رياضة في السياسة في ظل أجواء خانقة بين تحريض وتفريق وإعلام منحاز يحيد بكل السبل عن الطريق وملاحقة للرأي وقيود بين حبس وتضيق حار المرء بحثا عن طاقة ضوء عن أي بريق تطلعنا للملاعب فإذا بها شوكة في الجرح العميق سقطت ورقة التوت وعرفنا الحاقدة من الصديق ها هم يهتفون علنا لأجنبي ويحزنون لفوز الشقيق يا له من حدث جلل ظننا السياسة فقط وراء كل حريق فجاءت أمواج الكرة لتجرف عشاقها بين تائه وغريق انقسام الشعب المصري يتعمق يوما بعد يوم ومن لم تقسمه السياسة وبطشها وإعلامها وقضاؤها تقسمه كرة القدم بين أهلاوي سعيد بكأسه وتربعه على سقف العالم وبين زمالكاوي كاره لنصر الأهلي جاره المصري على فريق عاجي سيوي سبور واحد سفر في نهاية قرية كان فوز الأهلي مساء السبت الماضي بكأس الكنفيدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخ مصر مناسبة كاشفة للكارهين الدائمين لبطل مصر بعد أن اختفت في الإنقلاب معاني العيد والخجل بعد أن ظهرت المشاعر الغاضبة والحاقبة من الفوز التاريخي القائمة طويلة نختار منها ثلاثة من ثلاثة أجيال مختلفة أكبرهم إعلامي أوهم الملايين لعشرة سنين أنه ضد مبارك ونظامه ثم تحول إلى أقوى المدافعين عنه في محاكمته وصار من أتباعه ودعائم الانقلاب ولا يخفي أبدا كراهيته للأهلي إبراهيم عيسى لم يجد في التنظيم ولا التحكيم ولا الجمهور ما يعترض عليه أو يوجه له نقده واتهاماته فاتجه اتجاها فريدا من نوعية أخرج نقده وغله هذه المرة ضد عدد من ضباط وعساكر الداخلية الذين أظهروا اعتراضهم على قرارات تحكمية وطلب وزير الداخلية بأشد العقوبات ضدهم بدعوى أن تصرفاتهم ألقت الرعب في قلوب الفريق الضيف وضمن سنفونية الإرهاب المقررة على مصر بعد الانقلاب وجه عيسى تهمه لهؤلاء الضباط بمبارسة الإرهاب على التحكم من أشاد باعتداءات الداخلية على المتظاهرين من أشاد بقتلها اليومي للأبرياء من أشاد باعتقالاتها المنتظمة للأحرار يطالب اليوم بمعاقبة زباط بسبب إشارة غضب أو فرحة في مباراة لكرة القدم إلى إبراهيم عيسى أقول الحكاية مش إشارة ولا غضب الحكاية غيز من كاس ولقب نشاهد وقفين عشان يحرصوا الأمن مش يشجعوا المطش الأسادزة دولا محسوبين على وزارة الداخلية المصرية ومنسمى أنا اللاعب الأفريقي أو اللاعب الضيف وأنا حكم المباراة دا يرهبني على فكرة حسب زباطك كاسة الوزير دولا لازم يتحسبوا يعني لسقفلهم بالمعنى الأهناوي والوطني إنما بالمعنى حساب ونظام وسمعة البلد والرياضة لازم يتحسبوا ماقولش يتخصم منهم ولا يلاموا بسهو لاموا ثم يأتي دور من قال يوما على الشاشات أنه لا يمنع أبدا من اللاعب للنادي الأهلي عند إنهاء احترافي في أوروبا وقال أن الأهلي والفريق الأنجح إداريا والأقرب احترافيا لأدية أوروبا وللحق كان يمكن للأهلي أن يضمه فعلا بعد نهاية احترافه لولا زيادة وزنه وجفاف أهدافه وهبوط لياقته وتجمد سرعته التي أنهت مشواره الأوروبي في نادي للدرجة الثانية أحمد حسام نيدو لاعب ومدرب سابق في الزمال كتب لو والله العظيم لو ربنا إدى المصر نص حظ النادي الأهلي لبقينا أحسن بلد في العالم لا يعفي نيدو من مسؤوليته في إشعال الكراهية أنه سحب تلك التغريدة واستبدلها بتغريدة أخرى لتبرير ما قاله أما أصغرهم عمرا فقد كان أوضحهم كرها عمر ابن اسماعيل يوسف عمر لاعب في صفوف الزمالك وولده لاعب ومدرب سابق في الزمالك عمر كتب على تويتر بكل صفور بل وأقسم أنه يحب إسرائيل أكثر من الأهلي أقسم بالله أنا بحب إسرائيل أكثر من الأهلي هو الحكم من الجبلاية ولا إيه ورحمة أم الغالية لو في عدل في الدنيا دي الأهلي لو لعب 30 سنة ما يكسبش المطش ده لا يعفيه أيضا من الكراهية أنه سحب التغريدات السلاسة من موقعه بعد ساعة واحدة من نشره طلق تعليمات طلق أوامر تعرض لضغوط لكنه قال ما بداخله دون إخفاء الأهلي بطل مصر وإفريقيا الدائمة وأكثر أندية العالم فوزا بالألقاب القرية لم يكن المنتصر الأكبر في تلك الليلة الحمراء المنتصر الأكبر الألترس الألترس كان الفائز الأول انتصر بجدارة وبالضربة القضية أسقط كل كارهيه كل أعدائه من إعلاميين ومسئوليين ألترس أهلاوي قدمها من اللوحات ما أزهل العالم قدمها بعمل جماعي محترم ونشرها بكل اللغات العالم فنشرتها كل صحف العالم الألترس الذي اتهموه بالإرهاب بالعمالة بالعنف أجبر معارضيه لا مؤيدي أجبر معارضيه على الردوخ على الركوع أمامه على الاعتراف بقدره ووجوده ونزاهته ونظافته واقتداره ها هي وزارة الداخلية تصدر بياناً رسمياً للإشادة بالألترس وهو السيسي يشيد علناً بالألترس ويطلب من رعياته في الصحافة نقل تحياته لهم ويعلن رسمياً رفضه أي محاولات لإقصاء الألترس ترى ماذا سيقول أو يفعل مرتضى منصور عدو الألترس هل سيتهم السيسي ووزير الداخلية بالخيانة وبدعم الإرهاب ماذا سيقولون من طلبوا بقتلهم أو تصفياتهم أو سجنهم أو من قال جهاراً نهاراً عنهم توظف الجمهور ومش عايز حد يقول لي عايزين جمهور توظف الجمهور وتوظف القرى أزغر هتعمل سينها كذا توظف الجمهور وتوظف القرى أزغر هتعمل سينها كذا توظف الجمهور وتوظف القرى أزغر هتعمل سينها كذا توظف الجمهور وتوظف القرى نعود للألترس عملهم الأسطوري أيقظ إعلاماً نائماً أو ساكناً أو خائفاً النصف النائم أو الساكن من الإعلام الرياضي هو النصف الذي لا يظهر على الشاشات لا يمتلك الزوايا ولا المقالات في الصحف إنهم الصغار الإعلاميون الصغار أفاقوا بعد تلك المباراة تصدروا الواجهة في صحوة ولا أروع في محاولة صادقة نظيفة لإعطاء الألترس حقه الضائع لتنظيف وجه الألترس الذي لطخه إعلام فاسد اللوحات السبعة التي قدمها ألترس أهلاوي في مدرج تلت شمال خلف المرمى في استاد القاهرة كانت آيات في الجمال الأهم أنها نموذج أسطوري لقدرة الشباب المصري على العمل الجماعي دون دعم من نظام ومن مؤسساته ومن عطاياه ومن رجال أعماله وهو الأمر الذي يخيف بالفعل دولة مبارك العميقة يخيف الانقلاب يخيف وزارة الداخلية يخيف رجال الأعمال من وجود هذه التجمعات المنظمة للشباب من تنامي الألترس في المدرجات بعد أن كان لهم دور في ثورة يناير وميدان التحليل انظروا بدقة إلى لوحات الألترس الكرة للجماهير في مساحة يبلغ عرضها أكثر من 100 متر لمدرج الدرجة الثالثة ارتفاعها أكثر من 40 متر عن مساحة تزيد عن 4000 متر مربع برا لوس أفيوسيونادوس دي بالأسبانية للجمهور شهد العالم شباب الألترس يصنعون بأوراقهم سجادة حمراء ولا أنصع وظهر وسطها لافتة صغيرة لم تختفي أبداً في أي لوحة كتبوا عليها بكل لغات العالم يمكن يتعلمه يتعلمه المقصود مين يتعلم النظام الحاكم اللي بيحارب جمهور الكرة سواء سلطات الانقلاب وزارة الداخلية عدد من مسؤولي الأندية اللي اتخذوا قبل كده قرار هازلي باعتبار الألترس مجموعات إرهابية بيكلموا أيضاً رجال الإعلام اللي وضعوا الألترس هدف مباشر لهم لتصفياتهم وعلى رأسهم من قال طز في الجمهور وإنتوا سمعتوه وعلى رأسها وسائل إعلام المتنوعة وصحيفة الأهرام صحيفة الأهرام اللي انتوا تشوفوا دلوقتي ده تاني يوم الماتش تجهلت العمل الرائع للألترس تجهلت الفوز العظيم وتبنت قصة وهمية كاذبة كاذبة عن اقتحام ألترس الأهلي لأستاذ القهرة صباح المباراة القصة اللي كشفت كل الأطراف وعلى رأسهم وزير الداخلية ومدير أمن القهرة اللي اتنين كذبوها ومدير أمن الأستاذ وزير رياضة كذبوها ومع ذلك الصحيفة الكبرى صحيفة الأهرام أفردت صفحة كاملة في محاولة لإفساد أفراح الأهلي بفوزه العريض تحت عنوان اقتحام الألترس للاستاذ يفسد فرحة النهائي رغم أن الصحيفة نفسها وفي نفس الصفحة دي وفي كلامها وفي استعراضها للحادثة الوهمية لم تذكر ولا جانب واحد لا تحتيم ولا اعتداء ولا صدام على الإطلاق عموما سنورد لكم بخلال الحلقة تفاصيل تلك القسم اختتم مقدمة مع أكبر حدث للأهلي في نصره الفريد التاريخي لم يكن الفوز بالكونفدرالية لأول مرة في تاريخ مصر هو الأكبر لأن تلك البطولة لم تبدأ إلا من عقدين ولم يكن تتويج الأهلي قررياً للمرة العشرين إنجازاً كبيراً فضيعة لأنه متكرر ولم يكن هدف الدقيقة الأخيرة مستغرباً فقد اعتده الجميع ولم تكن معاكسة المنطق وقهر الصعاب أمراً عجيباً على الأهلي إذن ما هو الجديد جداً؟ ما هو الغريب تماماً على تاريخ ألقاب وبطولات النادي الأهلي في عمره الممتد 107 أعوان الجديد أنها أول بطولة في تاريخ الأهلي من أصل 130 بطولة يتعرض فيها الفريق لست هزائم ثم يحرز اللقب ولعلها المرة الأولى في تاريخ البطولات الإفريقية والقرية في العالم أهل المستحيلات يواصل العزف المنفرد على قيثارته الخاصة شعارها المستحيل ليس في قاموسنا مبروك للنادي الأهلي إدارته لاعبيه مدربيه جمهوره مبروك لكل مصري لا ينتمي للأهلي ولكنه فرح لفوزه ولا عزاء للكارهين والحاقدين والفاشلين الذين يرون في هدم الناجحين إنجازا يسعون إليه ضيفونا الليلة الأستاذ أحمد سعد مساعد رئيس تحرير صحيفة الأخبار والناقد الرياضي المعروف وللحق كان متفائلا جدا في الحلقات الماضية بفوز الأهلي بالمباراة وباللقب بينما كنت أرى الأمر مستحيلا أستاذ أحمد أهلا بك نقول لك في الأول مبروك للأهلي مبروك لتوقعتك النابغة دي فعلا صدقت توقعتك وخابت توقعاتي لكن منين جبت تفاؤلك غير المبرر ده ما ندوش منطق رغم التدني الفني للأهلي سواء قبل أو خلال المباراة بس قبل ما تجاوب على هذا السؤال تعال نشوف رأي الجمهور في فوز الأهلي وفي حضور الجمهور أميركا محترمة وما فيش أي شغب والنادر الأهلي شرف لكورة المصرية كلها ويا رب يفرحنا دائما النادر الوحيد اللي يدخل كونفترانية مصر مبروك لكل المصريين ومبروك لنا كلنا وبصراحة مش قادر أقول إهل الجمهور العظيم ده الناس دي بقد شرفتنا وما كانش فيه شغب قدمنا قكرنا النهاردة لمصر والعالم كله أن الجماهير ما كان الحقيقة المدرج وأننا لم نخرب وإي حاجة وإحنا كانوا قاعدين نفرح بفريغنا بقول ألف مبروك للاهلي ولجماهيرهم ألف ألف مبروك لجمهور الأهلي وفرقة الأهلي ولمصر كلها والألف مبروك و recycling جدا بالنتيجة والجمهور اللي شرفنا والنادي الأهلي تعلقنا وقبلنا الكونفادرالية وأول نادي مصر يأخذوا الكونفادرالية مية مية والجماهير محترمة جدا والآخر دقيقة بتشجع الفريق وإحنا فرحالين أوه ألف مبروك الحمد لله الأهل يكسب يعني واللعيبة عملت أداء كويس الحمد لله طبعا الجماهير بتشجع العد آخر دقيقة وبصراحة أوفى جماهير في العالم كله جماهير نادي الأهل الصورة العساكر اللي بنتهي تبديها عزين إبراهيم عيسى يركز معها برضي إرهابيين نرجع أستاذ أحمد منين بمين توقعاتك وتفقلك الشديدة بسم الله الرحمن الرحيم يعني أنا طبعا أنا ما كنتش متوقع الفوز بقدر ما كنت يعني متوقع السيناريو نفسه أنه الأهل دايما عودنا أنه في المباراة اللي زي كده بيتفوق على نفسه يعني في مجموعة عوامل كانت ممكن تخلي واحد يتوقع أن الأهل ممكن يعمل نتيجة في المطش دوت أولها طبعا أن المباراة على استاذ القاهرة توقعت أنها يبقى فيه جمهور كبير جمهور الأهل معروف بحماسه والدور اللي بيمثله للعيبة الحاجة الثانية أنه توقعت أن الفرقة فرقة سيو سبورت مش على المستوى اللي ممكن يعني تقدر تحقق الفوز هنا أو تقدر تكسب الأهل على أرضه الحاجة الثالثة أنه يعني قلت بالتأكيد ربنا هيكلل المجهود بتاع الفرقة ده بالنجاح لأنه هما بيمروا بظروف صعبة جدا لكن أنا المهم بالنسبة لي أنه إحنا يجب إحنا خلاص المفروض أن الأهل احتفل بالفوز بما فيه الكفاية والناس احتفلت بما فيه الكفاية يجب أنه هما يقفوا ويعملوا نقطة من أول السطر لأنه الأهل محتاج إعادة رؤية يعني فرقة الأهل محتاجة كتير قوي عشان تحافظ على سلسلة إنجازاتها دي أول حاجة محتاجة أنا شايف أن الأهل محتاج أنه يدعم صفوفه بعدد كبير جدا من اللعباء بدأت من حراس المرمى مرورا بالسير دباك بالظاهر الأيمن قبل ما تسترسل مصر محتاجة دعم صفوفه من أول عموما زي ما أنت كنت واسق في فوز الأهلي ما كنتش المتفائل الوحيد جمهور الأهلي أيضا ما فقدش الثقة في لعبيه تعالي نشوف جمهور الأهلي بيقول إيه على عدم فقدانه للثقة عمر الأهلي ما كان كده وأنا عموما منتخب مصر كان كده المتخب أصلا المصر لقد عنده نصر حظ وإحق خزبان سعاد والأهلي أصلا كده كده يعني فريط رأو أمره كبير رأو أمره بيكسب في الأوقات الأخيرة مش محتاج بأيش أحد حظ ولا إحق بكل الكلام ده رأو أمره هذا كبير وينادي بطرات يعني ما هاشا يلزم بكلام ده كله هو ده يروح الفرنة الحمرة وأجال بتسلم أجال في المحمود الخطيب لحد الهاتف الأهلي بيفوز في ده الأخيرة من ماتش اتحاد الليبي والصفاكس وماتش الأخير بتاع فريق كوديفور إحنا طبعا إحنا كأهلوية بنعارفين إنه هو الأهلي فرنة الحمرة بتاعته يعني فريق كبير وفريق عظيم إحنا كنا في الإستاذ بنشجع على آخر لحظة كنا عارفين إن في وقت من الأوقات هنجيب الجون وهنكسب لا 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 استحالها طبعا الأهلي رجالة وتلعب الآخر ديئة كلهم رجالة طبعا يلعبوا الآخر ديئة وطبعا الجمهور كان ليه تأثير هاي الجمهور كان ليه تأثير طبيعي طبعا الأهلي عودنا على كده كل بطولاته ودايما بيلعب الآخر ديئة هو الفريق اللي بيلعب الآخر ديئة وابنا بكرمه والحمد لله يعني في جميع البطولات ولجم يقف فيه جنف الديئة الأخيرة فيه ماتش كده فيه جنف الديئة الأخيرة هو كل جون زي جون أبو تريكا بالزبط نفس جون أبو تريكا في 2006 هل بقى متخلد طول العمر على نفضل الفاكرين والجمهير هي طبعا هي كلمة السر طبعا من ديئة 90 من أول ديئة 90 كله الدعاء والهتاف هي جمهير كلمة السر أستاذ أحمد قصة الخيالية أن النادي جمهور أهلي للألترس اقتحم لأستاذ الصبح هل صدقتها؟ لا طبعا أنا عايز أقول لحظتك على حاجة الجمهور الأهلي اللي بيعمله واللي عمله في الفترة الأخيرة وطوال ما سرته مع الفريق عمرنا من أتوقع أن الجمهور الأهلي هيشاغب هيشاغب ليه؟ فيه فرقة هتروح فيه جمهور هيروح الصبح الساعة 9 عشان يروح يشاغب أنا بس عايز أقول حاجة هنا في قصة الجمهور جمهور النادي الأهلي لو فيه بطل للمباراة دي مش هيكون عمد متعب ولا الفرقة هيكون البطل الحقيقي هو جمهور الألترس باللي عمله جمهور الألترس باللي عمله والتواجد بتاعه بهذا الكم بهذه المنظومة بهذا التنظيم الشديد جدا هو البطل الحقيقي عايز بس أضيف حاجة هنا نقطة مهمة جدا وهي أنه منع الجمهور من حضور المباراة أصبح ليس له أي مبرر الآن أنت النهاردة بتمنع ليه حضور الجمهور في المباراة مفترض أن أنت متوقع أن يحصل شغب أو يحصل مشاكل الجمهور النهاردة أكتر عدد من الجمهور كان موجود في المباراة دي لم يحدث أي شغب لم يحدث أن فيه مشجع واحد حدف طوبة بل بالعكس كان طول المباراة مشغول بفرقته جاب إنجاز لمصر جاب إنجاز للبلد يجب أن نرعى هذا الجمهور وعلى فكرة التواجد بتاع هذا الجمهور النهاردة في المباراة دي يخلينا نعرف مين اللي وراء المدبحة بتاعت بورسعيد ومين اللي طلعنا من بطولة إفريقيا اللي يعمل اللي يخطط لخطف رئيس الجمهورية واعتقاله بهذا الشكل وبهذا التخطيط اللي إحنا اسمعناها في التسريبات يعمل المدبحة دي ويعمل أكتر منها أنا شايف أن الجمهور أصبح النهاردة ليس له أي قوة تمنعه من التواجد بتاعه تعالوا نستعرض القصة الخيالية لاقتحام الألترست استاد القائرة القصة بدأت بترتيبات الألترست عملوا تدريبات متكررة جدا استخدموا أوراق ولافتات وزنها أكتر من اتنين طن عشان يعملوا الدخلات الأسطورية اللي إنت شفتوها لازم يشارك فيها خمستاشر ألف مشجع يحتلوا كل مدرجات التالتة شمال طيب علشان يحطوا الأوراق الاتنين طن محتاجين إيه؟ تسع لوحات بتبدأ بسجادة حمرة وبعدين تم سبع لوحات كل لوحة فيها كرة عملاقة وكلام بلغات أجنبية وبالمناسبة اللوحة اللي ظهرت باللغة الفرنسية ما قالتش كرة الجميل الوحيدة اللي قالت كرة القدم من أجل المتعة والسعادة فوتبور بولي بريزير اللوحات المتنوعة تستوجب وضع تسع أوراق مختلفة على كل كرسي يعني كل كرسي من أصل خمستاشر ألف كرسي وراء المرمى هيقعد يلاقي المشجع يدخل يلاقي تسع أوراق مستانية في ترتيب معين ويترفع حفزة من معين أمر كأنه حاجة إلكترونية في فرط دقته ما أروع ما فعله فعلا الألترس نظرا لحاجة منظيم الألترس لوقت طويل يزيد عن خمس ساعات لوضع الأوراق المطلوبة وترتيبها منظرا لأن وقصدها أكتر من اتنين طن كان لازم ياخدوا أدواتهم في السيارة نقل مش بقول حشيره باتنين طن فراحوا بدري الملعب باكرا لضمان نجاح العمل في تسعة صباحا السيارة لنقل وقفت قدام بوابة الأستاذ أكتر من تلتمية من شباب الألترس أمان البوابة معهم تذاكرهم مرفوعة جاهزين للتفتيش وتنفيذ أي إجراءات أو تعليمات للدخلية بس الدخلية ما كانتش موجودة الدخلية اللي بتباد في الجامعات والميادين بالليالي لمنع المظاهرات ما رحتش الأستاذ إلا بعد منتصف اليوم قدت الشباب الألترس الوعي الملتزم راحوا لمكتب مدير الأستاذ يستأذنوه وتلقوا الإذن بالدخول في أقل من ربع ساعة كان العمل بدأ وانتشر الشباب في المدرج العملة سلطات الداخلية أول ما اكتشفت الأمر دارت عجلة الاتهام بالإرهاب وطلعت الوزارة بيان هزلي عن اقتحام سيارة لورين باوبت الأستاذ وتحطين باوبت الأستاذ ودخول ألف أثنين ألفين مشاجعة بدون تذاكروا معهم قنابل وانهم احتلوا المدرجات وحيعملوا أعمال عنف وتفجير وخيال للوزارة وتبعتها تهديدات خيالية برضو بتأجيل المغران الوزارة افتكرت نفسها لتحدي إفريقيا اللي كرة القدم أو الحكب أو مراقب المباراة كلام فارق تمام الدخلية على الفور راح تدقوات مكافحة الشغب للأستاذ بعدات كبيرة الهدف اللي استضام مع الألترس فوجئوا في أرض الواقع بقى كذيب البيان ولا حاج لقوا ما لقوش بقى محطمة ولا لقوا ألفين مشاجعة ولقوا التلتمية معهم تذاكرهم ومنتشرين بأدف المدرجات كمان مدير الاستاذ علي درويش قال لهم لا في اقتحام ولا في شغل وزير الرياضة بقى خالد عبد العزيز كان عارف القصة كويس وعارف إن البيان كاذب عمل الحياة دور إيجابي وممتاز على الفور راح للملعب هو اللابس بدلة اللي انتو شايفينه ده وطلع للمدرج وطلب من أعضاء الألترس الخروج من المدرج فيه دور عشان تتم عمليات تفتيشهم ووعدهم إن حيحافظ على عملهم ويحافظ على أوراقهم وعلى لفتاتهم وإن هو حيرجع يدخل معهم المدرج تاني بنفسه بعد التفتيش شباب الألترس محترم على الفور ونفزه خرجوا في نظام تحت عين الشرطة واستجابوا التفتيش دقيق جدا أحيانا كان مستفز لكن وفقه ودخلوا تاني من غير لأزمة ولا حدثة لكن السيناريو اللي الداخلية قالته وكل القنوات والصعف والمواقع ضخموه والأهرام اعتبرته أفسد الفرحة كله كذب في كذب ولا كان فيه أي حاجة والألترس كسب الجود نرجع للكرة أستاذ أحمد هدف في الديئة 96 بيقلب كل الموازين وبيمنح الأهل الفوز والكاس وفرحة غير مسبوقة هدف الوقت الضيع في النادي أهل مسألة تكررت كتير درجة أنه بقت حاجة طبيعية هل المسألة حظ زي ماميدو قال ولا فيه تخطيط وفيه صبر وفيه إرادة وفيه تركيز وفيه عدم ياس أولا أنا مش عايز برضو يعني التصرحات اللي تقالت من بعض المتعصبين للتقليل من إنجاز الأهلي وفوزه بالبطولة أو الحقد عليه ده يخلي الناس تنشغل عن قيمة الإنجاز نفسه يعني دولة في النهاية قلة وتصرفاتهم وأراءهم لا تمثل الجميع الحقيقة أنا شفت برضو تصرحات لبعض الزمال الكوية كابتن معهودة بولجيلا ده المزج رائع رائع كابتن معهودة بولجيلا بس في موضوع الجمهور ده واللي حصل والفيلم اللي اتعامل دوت يعني أولا زي ما حدرتك ذكرت كده أن الألترس راحوا الصبح للإستاد واخدوا الإذن من رئيس هيئة الإستاد ودخلوا الملعب بالتنصيق معاه ليس هنا أي دور للدخلية ولا في أي مشاكل والدخلية كانت تعلم لكن الفيلم اللي اتعامل دوت أنا أعتقد وجهة نظري يعني أن هناك صراع لأن النادي الأهلي صراع بين شركة فالكون وبين الدخلية لأن الأهلي كان قبل المباراة بيوم أو بيومين كان اتفق مع شركة فالكون هي اللي هتأمن المباراة فأعتقد أن بتوع الدخلية لأن هناك في مصالح وفي صراع في منافسة دلوقتي بين وزارة الدخلية وبين شركة فالكون اللي هي مملوكة لكبر القيادات في مصر الآن فبتوع الدخلية حاب بس يعني يعلموا على بتوع فالكون ويقول لهم احنا هنقدر نخش ونقدر نأمل بكرة تسريبات تقول لنا كل حاجة هنعرف تسريبات لكن خلينا برضو معلش في الإنجاز بتاع الأهلي اللي هو الهدف أحظ ولا لا لا هو مش مسألة حظ أنا عجبني رأي واحد من الجمهور لما قال أن الأهلي دايما لأنه بلعب للدقيقة الأخيرة دايما ربنا بيكرمه في اللحظة الأخيرة فعلا الأهلي اكتهد طول المباراة وهو دايما الأهلي اكتهاده دوت ربنا بيكلله بالنجاح ما فيش توفيق أو فيه نجاح بيجي كده مصادفة يعني ربنا مش بيدي الناس كده خلاص حظ لا يأتي إلا لمن يستهد بالضبط فلكل مكتهد نصيب والنادي الأهلي بيكتهد ولعبته اكتهدت رغم الظروف الصعبة اللي بيمر بيع بس برضو كان فيه بعض الأخطاء اللي أشبه بالمصيبة والكارثة اللي وقع فيها جريده في المباراة يعني في عز ما فيه عنده إصابة لأحمد عادل وهو عمل التغييرين قبل كده يعني محتاج أنه يأمن الدفاع أكتر لأنه حرس مرمى مصاب راح بيطلع لعيب مدافع وبينزل مهاجم أنا شايف أن من ضمن الحاجات برضو اللي يجب على إدارة النادي الأهلي أنها تعيد النظر فيها موقف جريده لأنه فيه أخطاء فنية فادحة بيرتكبها طيب خلينا نشوف تقرير الأهداف الأخيرة اللي بتمنح الأهلي الألقاب محليا وقاريا الأهلي بطل الدقائق الأخيرة وبالتخصص حقيقة رسخها هدف عماد متعب القاتل في شباك سيوي سبورت العاجي ليضمن للمارد الأحمر التتويج الأول بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية ليدخل الخزائن المصريات للمرات الأولى هدف متعب في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الوقت الضائع لم يكن الأولى في مسيرة الفريق الأفريقية التي شهدت العديد من الأهداف الحاسمة التي لا تبرح أذهان عشاقه وأبرزها وأغلاها على الإطلاق كان بقدم أمير القلوب ومعشوق الجماهير محمد أبو تريكا في شباك صفاقسي التونسي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع يصعد الأهلي فوق منصة التتويج ويحرز لقب دور أبطال أفريقيا 2006 ويتأهل لكأس العالم للأندية التي حقق فيها المركز الثالث للمرة الأولى في تاريخ الفرق العربية والأفريقية وكان لأبو تريكا بصمة أخرى في الدقائق الحاسمة عندما سجل هدفا ثمينا في شباك الملعب المالي في العام 2012 ليحجز للأهلي مقعدا في دور المجموعات بالبطولة ويفوز باللقب لاحقا ومسيرة الأهلي في الكونفيدرالية هذا الموسم شهدت هدفا حاسما بواسطة أحمد رؤوف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع في شباك الدفاع الحسن المغربي ليصعد بالفريق لدور المجموعات بعد أن كان قريبا من توديع المسابقة باكرا وتحمل ذكريات الحمراء في أدغال القارة السمراء العديد من الأهداف الحاسمة ومن بينها هدف تأهل الأهلي لربع نهائي بدور الأبطال 2010 في شباك الاتحاد الليبي بقذيفة مدوية من شهاب الدين أحمد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ولم تكن بصمة متعب الأخيرة هي الوحيدة لقناص القافلة الحمراء الذي سبق له هزو شباك الرجاء المغربي بهدف حاسم في الوقت الضائع أنقذ الأهلي الخسارة في العام 2009 كما كان للمدافع السابق ومدير الكرة الحالي واء الجمعة نصيب من أهداف الوقت القاتل عندما سجل برأسه هدفا في شباك الإسماعيلي في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع منح الأهلي الفوز بهدفين مقابل هدف في دور أبطال أفريقيا في العام 2010 كنا نسمع كثيرا عن ما يطلق عليه روح الفانيلا الحمراء كانوا يعتبرونها سر الانتصارات عند غياب النجوم ونقص الصفوف وصعوبة المهمة قالوها عام 1962 مفاوز ناشئ الأهلي ريعوا الساس وعلوا مطر على الزمالك 3 صفر وانتزعوا بطولة الدول وقالوها في سنة 85 لما أشبال الأهلي تحت 19 سنة فازوا على كبار الزمالك وأخرجوا من كاس مصر وكان الأهلي أوقف 16 لعيب وريح 8 دوليين وقالوها يوم ما تعادلوا مع كوتوكو في غانا 82 في جو إرهابي وأكدوها بعد تعادل بطل مصر مع بطلية تونس في النهائي سنة 2006 و2012 في مصر وبعد كده حقق المعجزة وفاز في تونس على الصفاقسي ورجع فاز على التراجي في تونس هل روح الفانيلا الحمراء حقيقة وسر يمتلكها الأهلي فعلا؟ تعالوا نشوفوا التقرير ده ونرجعنا يعرف من الأستاذ أحمد سعد هي حقيقة ولا كلام فاضي؟ تتغير الجماهير وتختلف الإدارات ويتبدل اللاعبون ويبقى الأهلي كما هو مصدر لإسعاد الملايين وعندما تزيد العقبات والصعوبات تظهر روح الفانيلا الحمراء وتبدأ في حصد المزيد من الألقاب والبطلات وعندما غابت عوامل نجاح الطبعية لأي فريق كرة قدم عقب الثورة رفض الأهلي الانحناء والرضى بالفشل ليكون هو القدوة ويسطر تاريخا جديدا محليا وقاريا حتى يصل في النهاية لتحطيم رقم عالمي تخطي الأهلي لعمالقة أندية العالم في عدد الألقاب القارية رغم ظروف الصعبة وغياب الجماهير وخوض بطولة هامة بنصف قائمة ولاعبين مصابين هو أمر لا علاقة له بكرة القدم فهناك دائما أشياء ما وراء الطبيعة يعجز المنطق عن تفسيرها أما الأهلي فقد كشف عن شيء آخر وهو ما وراء كرة القدم التي تستلزم وجود عناصر أساسية للنجاح لكن العملاق المصري ينجح بدونها بفضل أسطورته الحقيقية التي لا تموت أبدا روح الفانلة الحمراء القميص الأحمر التاريخي الذي وجد قبل أكثر من مئة عام يبدو وكأنه يمنح من يرتديه مدافعا عن اسم وكيان الأهلي روحا إضافية وطاقة خارقة ليمكنهم من كسر القواعد والحواجز وتحقيق المجد فرغم تعاقد الأهلي في كل موسم مع لاعبين أغلبهم لم ينشأوا داخل جدران القلعة الحمراء إلا أنه في وقت قصير جدا تسيطر عليهم الأسطورة الخالدة وتصبح روح الفانلة الحمراء تسري بدمائهم عندما يدافعون عن الكيان الأملاق هي الروح التي تتجدد دائما لتبث الكبرياء والمجدى في قلوب من يدافعون عن لون الدم في القميص الأشهر في القارة السمراء وهي الروح التي ستظل مثيرة للحيرة والتهشة خارقة كل الحواجز وممتدة عبر كل العصور والأزمنة ملقية أطمأنينة في نفس ملايين من عشاق الأهلي في كل البلاد مش ممكن مش ممكن من وقت القاتل الآخر هدف ده جابه أيمن شوقي في كأس مصر 92 بنتمنى الشفاء لأيمن شوقي نجم النادي الأهلي الموجود حاليا في الولايات المتحدة أستاذ أحمد روح الفانلة الحمراء حقيقة وسر يمتلكه الأهلي فعلا؟ يعني هو طبعا مش بالزبط كده روح الفانلة الحمراء لا تؤثر يعني هو بس احنا بناخده كده كمصطلح لكن هي طبعا ثقافة فوز في إدارة منظمة في لعيبة رب بتربية معينة في النادي الأهلي معروف أن في النادي الأهلي عندهم يعني المكسب عندهم البطولة ما عندهمش فكرة الأداء الجيد ما عندهمش التمثيل المشرف ما عندهمش بعض المصطلحات التفشيلية أو المصطلحات اللي هي يعني تبرر الهزيمة الأهلي عنده طول عمره بيلعب على المكسب بيلعب على الفوز بيلعب على البطولة الهدف بتاعه بيبقى داخل وهو عشان يحق بطولة مش داخل عشان بس يبقى متواجد يعني احنا بنسمع كتير قوي يقولك المهم أن الفرقة تشارك في البطولة التواجد الأفريقية التواجد والتمثيل العربي ده ثقافة الفشل لكن الأهلي طول عمره عنده ثقافة الفوز لكن الإعلام طبعا عشان يعني يوجد مصطلح لهذا المسمى فسمى روح الفن اللي على الحمر عموما أستاذ أحمد نحو مزيد من الغرائب الأهلي كسر كل القواعد في البطولة دي حتى بيقولك الجمهور هو سر الفوز الجمهور غاب عن كل الماتشات ثبات التشكيل وجود النجوم والأسلين الأهلي لعب تقريبا بنصف عناصره أو أقل الاستقرار في الإدارة الإدارة تغيرت مرتين استقرار في المدرب محمد يوسف وبعدين فتح مبروك وبعدين جاريته التحكيم ظلم الأهلي جدا 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 لكن اللي أغرب من ده كله عدد مرات الهزيم بتخسر ست مرات وتكسر بطولة ده معقول حاجة طبعا يعني غير منطقية من ناحية النظرية لكن الحقيقة يعني اللي حصل مع النادي الأهلي وعلى فكرة الأهلي يمكن تعرض لمواقف مشابهة كتير يعني مثلا في الدوري الممتاز أعتقد من موسمين فاتوا وقت لما كان حسام كان فارق لا ده وصل أحيانا الفارق 11 نقطة ده التسان 97 13 نقطة وقدر يعوض هذه الفارق ويحقق البطولة زي ما بقول لحضرتك كده فكرة ثقافة الفوز وفكرة الهدف التحقيق الهدف والسعي إلى الهدف والصراع على الهدف لآخر لحظة وآخر نفس هو ده النادي الأهلي اللي بيفروق عن أي حد وبيفروق عن أي نادي وبيخليه يقدر يحاق الفوز في أوقات تكون عصيبة ويكاد يكون فيها فقد الناس الأمل فيه بيجي الأهلي ويمكن شفناها في بطلات أفريقيا على وجه خصوص في التأرير اللي احنا شفناه من شوية ده كان تعالوا نشوفوا ست هزائم للأهلي ويتوّج بطلا تقرير غريب الحاجة في التاريخ يخسر الأهلي ست مباريات وينتهي بطلا ست هزائم في مصيرتي الأفريقية للعام 2014 لم تمنعه من التتويج بلقب بطل كأس الكونفدرالية ليروض بطولة استعصت على الكرة المصرية منذ انطلاقها في العام 2004 إنجاز غير مسبوق حققه الأهل الفائز بكل الألقاب الأفريقية في ظاهرة غير مسبوقة للأندية المصرية في أدغال قارة أفريقيا أن تخسر ست مباريات وفي النهاية تتوجو بطلا للقارة وتلعب على كأس السوبر وتنفرد بلقب أكثر الأندية تتويجا بالبطولات الدولية في العالم فهذا لا يحدث إلا مع الأهلي نعم هو الأهلي الذي يخالف المنطقة والمعقول في عالم الكرة المصرية التي تعاني من الأزمات والانهيار الذي أصاب شتى بقاع مصر في كل المجالات مسلسل هزائم الأهل الأفريقية في 2014 بدأ مع مسابقة دور أبطال أفريقيا التي دخلها مدافعا عن لقبه ووضعها باكرا من ثمن نهائي بعد أربع مباريات فقط سقط خاسرا فيها ثلاث مرات وخسر أولا مبارياته في البطولة أمام يونغ أفريكانز التنزيني واحد صفر وعوضها إيابا بهدف نظيف قبل أن يتأهل بركلات الحظ أو الترجيح لكن ثمن النهائي شهد خروجه المهين عقب خسارتين فادحتين أمام أهل بنغازي الليبي واحد صفر ذهابا في تونس وبثلاثة أهداف مقابل هدف إيابا في مصر وتحول الأهل إلى كأس الكونفدرالية وفي الكونفدرالية تجرع الأهل مرارة الخسارة لقاء الإياب في ثمن النهائي أمام الدفاع الحسن المغربي بهدفين مقابل هدف واحد لكنه تأهل لسابق فوزه ذهابا في مصر بهدف نظيف وفي دور المجموعات سقط أمام نكانا ريد ديفلز الزنبي بهدف نظيف في آخر جولات ربع نهائي ولم تمنعه الخسارة من التأهل لنصف النهائي وفي النهائي كانت الخسارة الثالثة أمام سيوي سبورت العاجيب بهدفين مقابل هدف ذهابا عوضها إيابا بهدف الفوز القاتل والتتويج باللقب لكن الهزائم الست لم تمنع زعيم القارة السمراء من معانقة التاريخ وتسجيل اسمه في لائحة الفائزين بكأس الكونفدرالية للمرة الأولى وأخيرا مع تقييم الحكم الدولي ناصر صادق عن حكم سيشل الذي ظلم الأهل كثيرا وتجاهل أكثر من ركلة جزاء رغم أن ابن اسماعيل يوسف اعتبره مجامل للأهل رغم أن مباراة الأهل وسيوي سبورت الإفواري مباراة هائية للكونفدرالية إلا أن حكم موريشيس سيشرون اللي أدار المباراة لم يكن على مستوى المباراة تماما كان عنده الكثير من الأخطاء الفنية والإدارية ويمكن إحنا مقسمين هو خد 40 قرار تقريبا لكن أخطر قرارات هي اللي مخدهاش في هذه المباراة أول حاجة معنا المخالفات اللي كانت تستوجب إنذار هنا مخالفة وركلة حرة مباشرة لم يحتسب ركلة حرة ولم يحتسب الإنذار رغم أنهما مستحقين هنا أيضا في لمسة يد من حارس المرمى خارج منطق جزاءه وهذا غير مصرح ليه وهنا لا توقفة ولمسة يد واضحة وكانت تستوجب الإنذار أيضا لمنعه هاجم وعيدة ولم يحتسبها هنا فاول في نص الملعب احتسبه لكن لم يحتسب المخالفة الإدارية وهي الإنذار والمخالفة واضحة والتهور موجود وأي تهور زي ما اتفقنا إنذار لا تردد فيه ندخل في التقيل بقى وضربات الجزاء وهنا أول مطالبة بضرب الجزاء للأهلي هنا طبعا فيه منع الخصم من التقدم وفيه مخالفة واضحة في بعض الناس يقولك إن المخالفة دي يعني خفيفة فيش عيس ما مخالفة خفيفة وتقيلة لأن هنا منع الخصم من التقدم مخالفة تحتسب ركلة حرة مباشرة وركل الجزاء إذا احتسبت داخل منطقة الجزاء دي لو برا منطقة كانت تحتسبت ولا فإذا هنا ضرب الجزاء لم تحتسب لنجل أهلي اللعبة الجاية دي بتاعة حسام غالي يعني شكلها الأول وهنا ضرب الجزاء وفي بعض المحللين قالوا ضرب الجزاء لكن لما في تيجي الإعادة هتباني نفيها سيموليشن لحقيقة ربنا كانت تستوجب إنذار على حسام غالي وركلة حرة غير مباشرة لحد دلوقتي الحاكم ماشي كويس في ضربات الجزاء نشوف اللعبة اللي بعد كده كانت يعني مطالبة في ضرب الجزاء لواليد سليمان وأنا شايف برضو إنه مفيهاش ضرب الجزاء لأنه وليد سليمان اللعب لمسه آه لكن ليست كل لمسة مخالفة المخالفة يكون فيه حاجة مخالفة لقانون الكورت القدم إنه فيه دفع ضرب يعني قفز لكن ضربة الجزاء بقى المؤسرة جدا والخاطرة جدا اللي ما احتسباش الحاكم جات في الديئة 91 من المباراة هنشوف آهي دي ضرب الجزاء حنفي وملكي وشافقي وعلى كل يعني أي حاجة ضرب الجزاء واضحة جدا وتهول واضح جدا كان يستوجب الإنذار والحاكم تمركزه رائع جدا لكن لم يحتسبها في الديئة 91 تقريبا أو 92 يعني في الوقت بدل الضايع ومخالفة واضحة وإنذار واضح لم يحتسب الحاكم ضربة الجزاء ولولا عدالة السماء اللي هبطت على أستاذ القهرة وفازي الأهل إلا كان الحاكم يعني متعلق في رأبته هذا الخطأ إلى يوم الدين كان نفسي بس ابن اسماعيل يوسف يشوف التقرير ده والآن مع التغريدات ونقدم لكم بعدها بالصورة رأي جمهور الأهل فرحة عارمة تسبب فيها هدف قاتل للأهل في نهاء الكونفدرالية لتدخل البطولة القرية رقم 20 خزينة بطولات الأهل ولتنفجر بعدها التغريدات المرحبة بالانتصار والعدائية تجاه الإنجاز الغير مسبوخ لأي ناد في العالم البداية كانت مع المدير الفني الأسبق لزمالك ميدو والذي أثار الجدل مجددا بتغريدة جاء فيها والله العظيم لو ربنا ادى المصر نص حظ النادي الأهلي لبقينا أحسن بلد في العالم ورد عليه أحمد ماهر مغردا يا عم بطل نفسنا بقى أما عبد الرحمن فكان رده على مدرب الزمالك الأسبق افرح لبلدك طيب دي حاجة تشرف بلدك وجان رد أحمد مجدي توفيق على ميدو ده مش حظ دي رجولة ولعب الآخر دقيقة حاجة عمرك ما هتفهمها وحاول أحمد فودا أن يرد بشيء من المنطق مغردا ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب ربنا بيعطي من يستحق إن كان حظ كان يبقى مرة ولا اتنين مش عشرين بطولة قرية يا ميزو وبنفس المنطق رده شام منصور في ناس كتير قوي بتجتمك في الردود حاجة دايق بس حاجة دايق برضو إن الناس ما فقدوش الأمل وتعبوا الآخر دقيقة تقول على تعابهم حظ ورد تامر زراب مغردا السر يميدو في النفسيات ربنا بيوفق الأهلي علشان بيلعبوا بقلبه ورجولة وبيحسوا بالناس الغلابة وبعد وابل من الهجوم غرد ميدو متراجعا عموما الحظ لا يأتي إلا للمخلصين والأهلي لعب كالعادة حتى آخر دقيقة مبروك الفوز بأول كونفدرالية وكان الرد سريعا من فرانكو فيتش مغردا جبت وراء يا بول كابتين كم من الأول ولا لازم تطئرس وأخيرا مع تغريد الطارق أحمد عرابي والسؤال الذي وجهه لميدو قائلا هو أنت ما كنت مدرب خدت كاس مصر بجول في الدقيقة كام يا كابتن نشاهد ماذا قال جمهور الأهلي في تقرير مع هؤلاء والختاب مع البراعة والبشاعة وكلها من دور أبطال أوروبا شامبينزليك براعة لريال مجريد الأسباني الذي رفع رصيده من الانتصارات المتتالية في كل البطولات إلى 19 فوزا قبل سفره إلى المغرب للمشاركة في بطولة جديدة هي كأس العالم للأندية ريال مدريد حامل اللقب والمتأهل للدور التالي من شهر كامل فاز في ملعبه على ضيفه لودو جورتس راسجراد البولغاري بربعية نظيفة أول أهدافه كان من راكلة جزاء للمتخصص كريستيانو رونالدو وبات الريال الفريق الوحيد من بين 32 نادي اللي حقق الفوز في كل مبارياته الستة في دور المجموعات فريق الأكثر تسجيلاً للأهداف بين الفرق اللي أنهت موراتها أمس جاب 16 هدف علماً أن موناكل فرنسي اللي تصدر المجموعة الثالثة لم يسجل إلا أربع أهداف في ست مباريات الهجوم للريال والدفاع لأتيليتكو براعة دفاعية مميزة لفريق أتيليتكو مادريد بطل الدول الأسباني وصيف البطولة الماضية مع مدربه الأرجنتيني الرائع دي جوسيميوني بالتعادل السلبي في إيطاليا مع يوفونتوس يوفونتوس بطل إيطاليا أحد أقوى أندية من العالم لما يلعب في ملعبه يوفونتوس أرينا وسط جمهوره الرهيب في تورينو بيكسب دايماً لكن ورغم أن التعادل بيؤهل الفريقين للدور التالي إلا أنه يحفظ لأتيليتكو صدارة المجموعة عشان يلاقي منافس أقل قوة في الدور المقبل سيميوني مدرب أتيليتكو ترك منافسه لاستحواز الأكبر للكرة معتمد على دفاع حديدي وهجمات مرتدة منظمة وفعلاً بوفون حارس يوفونتوس لعب دور مهم في إبطال مفعول هجمات فريق أتيليتكو مادريد المرتدة وخلى شباك فريقه نظيفة سريعاً إلى البشعة عنوانها أمس واليوم وغداً ليفربول الإنجليزي أحد عمالقة أوروبا والعالم في السبعينات والثمانينات والمتوج بلقب البطولة بشكل إعجازي على حساب ميلان الإيطالي قبل عشر سنين ليفربول ودع المسابقة على ملعبه أمام جمهوره بشكل مهيد جداً فنياً رقمياً سلوكياً بتعادله مع بازل السويسري واحد واحد وكان مهزوم خمسة وخمسين ديئة بهدف ليفراي لحد ما تمكن ستيفن جيرار من التعادل قبل النهاية بعشر دقائق والإنهيار اكتمل بطرد لعب لازار ماركوفيتش عند علامة السعى وصلنا لنهاية الحلقة كل الشكر من الأستاذ أحمد سعد وإلى أن نلقاكم بإذن الله مساء الأربعاء المقبل لكم منا أجمل الأميات وطابة مساء